السلام عليكم مرحباً بالناس لما يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن الناس لما معنا نقول لكم مرحباً بكم في قناة شوبير الديزاد اليوم الحصة تعنا وغادي نكلموا على وليد الركراكي ونقلب لإقامة كأس العالم في قاطر فرصة للمغرير للنجاح الناس ألا بغينا نتأهله إحنا ألا بغينا نتأهله إلا نقول لكم على بغينا نتأهله شعكين من الدولة عربية كي تونس المغرب السعودية قاطر يعني هذا ديروا اللجنة يعني تعمون ناصرين شجعوا قاطر قاطر يكونوا مع المغاربة متلعب المغرب قاطر تونس السعودية والمغاربة يكونوا في رحباق من البعض تونس تلعب توانس المغرب قاطر السعودية يكونوا في رحباق يعني احنا كوروه احنا احنا كنا رايحين احنا كنا رايحين احنا كنا رايحين الرب العالي أنا ما يتفكر احنا كنا رايحين و بعد يجي يقول لك قاسا ما حقرني قاسا ما وين حقرك تهدك دكتروحك قاسا ما قالك لحب خمسة وزيد زروقي ستة واحد في المليوتيرة وثلاثة القدام عازلهم يا انت عزلت الهجوم سي محمد الجبهة الامامية عزلتها 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 احنا كنا رايحين هذا ما كان واني اعتقد وليد الركركي مدير الفني المنتخب المغربي لكرة القدم ان اوسود الاطلس محظوظين يعني بمشاركتهم في نهايات كأس العالم على ارض عربية ما سيجعلهم يلعبون مباريات مونديال على الملعب الملعب القطرية وكأنهم في بلدهم وذلك سيساعدهم كثيرا على تقديم اداء افضل خاصة امام الجماهير العربية واوقعت القرعة المنتخب العربي في المجموعة السادسة بجانب كرواتيا كندا وبلزيكا ويبدأ الاسود الاطلس مشواري بملاقة كرواتيا ثم بلزيكا ويختتمون مبارتهم في الدول المجموعة ضد كندا وتكون الفرحة ان شاء الله وقال ركراكي في حوار عجرته معه قناة كانابليس الفرنسية على هامش جولته الاخيرة في اوروبا النجحة المغرب في مشاركته بمونديال قطر مرهول بعبور الدور المجموعات بعيد عن خطابات اداء المشرف قال لك ما خاصنا استعرهون للمو برميتون يقول لك قدمنا اداء مشرف لا نجم لك الانجاز والمورور الدور الثاني المغرب رايم 86 ما فاتتش للدور الثاني وتبع بقوله لا يجب ان نكذب على انفسنا كأس العالم ناجحة بالنسبة لنا في قدرتنا في التأول الى الدور الثاني يجب ان نتحل بخطاب متفائل وهذا لا يعني انه في حال تقديمنا كل ما لدينا وفشلنا في التأول اننا لن نكون سعادة المهم يجب ان نبذل قصر جهودنا من اجل تحقيق التأهل واكد المدرب المنتخب المغربي العربي ان الاخير سيشعر في قاطر بانه يلعب بميدانه وهو ما اعتبره عامل المهم سيساعده كثيرا في مهمته لان الجماهير المغربية والعربية متوقعة حضورها بكثفة للمباريات المجموعة السادسة سيكون خيط سند والدعم للعبين لسيما ان المشجعين المنتخب المغرب معروفين بحماسهم كبيرا وطريقتهم متميزة في التسجيع ولا صح كين جزي كين مغرب والمغرب تروازية توانسا واكمل الامتياز الجماهير الذين لن يحصل عليه منافسون سيكون في صالحنا واجهد هذه التجربة مع الوداد الرياضي في الدور ابطال افريقيا واعرف ان اللعاب رقم 12 مهم جدا بالنسبة للمنتخب المنتخب المغربي ما يجعل من احتضاء بلد عربي لموديال امر مهم جدا بالنسبة لنا وسيعطينا الدافع للتحقيق للمفاجأة من اجل المشجعين العرب الذين سيقفون خلفنا وتابع ذكراكي موديال 2020 سيكون فرصة ذهبية لنا خاصة اننا نمتلك فريق يمكنه ان يتسبب في مشاكل اي منتخب في العالم لكننا نحترم منافسينا جميعا واتمنى انه لعب له في اكثر من ربعين مباراة دولية وعمل مساعد لمدير الفن المنتخب المغربي في وقت سابق ما يجعل علاقته بالمنتخب المغريب ممتدة منذ سنوات طاولة وتبع لم اكن اظن ان الاتحاد المغربي سيقيل البسني وايد قبل موديال قطر واضحة لقد كنت منشغل مع الويداد الرياضي وسامعت بعض الانباء في الاعلام عن اختراح اسمي خلف له لكنني لم اكن اصدق ذلك قبل ان يجمعني لقاء برئيس الاتحاد وتحدثنا مطولا حول الريهان المقبل واتفقنا على رفع التحدي ومنحاني شارف قيادة المغريب قبل اسابيع من انطلاق لعيات كأس العالم وعشر المدرب الشعب الى ان اول ما يمكنه ان يجله يجلبه للمنتخب المغربي هو الروح الوطنية باعتبار اللعاب يعني ان اللعاب سابق ويعرف ذهنية لعبين المغاربة وحاجتهم ويعرف ايضا طموح الشعب المغربي تجاه المنتخب بلاده وقال ذكراكي في هذا الصدد اول ما يمكنني تقديمه مقارنة بالمرحلة الماضية هي الروح القرينطة لديها لعبين ودفعهم وندفعهم دفاع لتبليل القميص الوطني الذي سيكون فوق الجميع كيفما كان مستواهم او نادي او الذي يلعبون له وختم انا اراهي كثيرا على الجانب الروح المعنوية المرتفعة داخل صفوف المنتخب من اجل التحقيق المفاجأة لاننا نمتلك مواهب وفنيات ويجب استغلالها الى اقصى حد ممكن ويذكر ان الركراكي قاد المغريب في مبارتين فقط منذ توليه يعني مسئولية وانتصر على الشيلي بهدفين السيف وتعدل مع البروغواي دون اهدف يعني ايه وانتصر على شبه في مبارتين فقط منذ توليه ايه انا نعم ايه 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 المهم ضربك نتمنى وحاجة بركاني وحاجة اللي راني مراهن عليها وهي الذهاب المنتخب المغربي إلى أبعد نقطة ممكنة عادية باش يكون على بيك منتخب وطني متأهل هذا نشجع المنتخب المغربي بكل قوة طغال بالتاليقة بعد ما يكذب سالارو تعلمنا ما يكذبوش في عنا في الخافة نقول تحيي المغرب ما يجعل تربح وقدامك نقول لك أنا كرح أنا أبو الله يا أخوي أنا مريض بالمهبول بالبول أنا ما زل اليوم ما زل ما زل ما ما أقولي أمن بالي أقصينا بالصح أتغيذك كيفاش خسرنا أتغيذك خسارة وتغيذك شفاية العدو صديق بالعدو هادي هي اللي تبعيذك تشو كيفاش وينو صنع مرحلة الناس وينو صنع مرحلة الكاميرو ولا يضحكوا علينا والله العظم بلا ما تنسوا أعطونا جيم كومنتر وبرتاجونا الفيديو وإن شاء الله بربي دايمن معكم جديد أبونوا معنا بالقناة تينا صحيحة صحيحة